العالم يوم تاريخي يوم يتطبع سيبقى في الداكرة محفورا هذا المدرب صنع الكثير من الأمجاد مع المنتخب المغربي واستطاع أن يتعامل بدكاء كبير مع المنتخب الكوردي فولدي كان يدربه الذي يعرف اللاعبين يعرف الأجواء يعرف العقل يفاز عليه في مبارتين حاسمتين في نهايات كأس أمم أفريقيا واليوم في المباراة الحاسمة التي أعطت مفاتيح التأهل للمنتخب المغربي إلى روسيا غناغ يقف إلى جالب زميل ياسم عراش في ملعب فليكس هوفوت بوانيه هناك في أبيجون حيث تصنع الحدث هذه الليلة ياسم عراش إليك شكرا لك زميلي خالد ياسين مع أردود الفعال دائما والمدرب إيرفير رونار سيد رونار تهنينة إذن تأهل مستحق جدا بعد هذا الفويز أبيجون فعلا هو أمر رائع اللاعبون كانوا استثنائيين اليوم تظهر كبير وذكاء وبقينات بنفس مستوى المباراة تلاخل المكان أمر سهلا هنا طبع لم يكتمل لقاء ياسين معراش ومصطفى حجي بالطبع الذي أيضا يعرف قيمة تلعب كأس العالم وكان في كأس العام وسجل في كأس العام لعب كأسي كعالم في 94 في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في فرنسا وكانت آخر مرة واليوم يعود المنتخب المغربي بعد عشرين سنة طبعا نحن هنا في هذا الستيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر